أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل من أجل مصر الحديثة وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع العمال على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور هذا ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت كما وجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لأعنى الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه ووجه كذلك بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل فضلا عن استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل كما وجه الرئيس السيسي بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور أعلنت وكالة الأنباء السورية إصابة ثمانية عسكريين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلية استهدف موقعا في محيط دمشق ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن جيش الاحتلال شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق أعلنت مجموعات مسلحة في العراق شن هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ كروز وأوضحت المجموعات المسلحة أن الهجمات نفذت بعدة صواريخ كروز من نوع الأرقب واستهدفت تل أبيب للمرة الأولى أدان حلف النيتو الأنشطة التي تقوم بها روسيا على أراضيه متحدثا عن ممارسات مثل التضليل والتخريب والعنف والتدخل الإلكتروني التي تهدد أمن دول النيتو وقال الحلف في بيان له أن هذه الحوادث جزء من حملة مكثفة من الأنشطة التي تنفذها روسيا عبر المنطقة الأوروبية الأطلسية مضيفا أن الدول الأعضاء في الحلف تعرب عن قلقها العميق إزاء تصرفات روسيا والتي تشكل تهديدا لأمن التحالف أعلنت الشرطة البريطانية 45 شخصا خلال محاولة محتجين منع إخراج مهاجرين من إقامتهم أو من أماكن إقامتهم المؤقتة مع بدء السلطات إجراءات ترحيلهم إلى رواندا وتوقع شراط الأشخاص حفلة يعتقد أنها كانت متجهة لنقل مهاجرين غير شرعيين من فندق في منطقة بيكهام إلى سفينة في ميناء بورتلاند في دورست بعدما استأجرتها السلطات لاستعاب مئات المهاجرين وأجر تنظيم احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد لمنع شرطة الهجرة من توقيف مهاجرين من جانبه ندد وزير الداخلية جيمس كيلفرلي بأولئك الذين يسعون إلى وقف عمليات إبعاد المهاجرين مؤكدا أن إيواء المهاجرين في الفنادق يكلف دافع الضرائب البريطاني ملايين الجنيهات يوميا ترجمة نانسي قنقر